السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي في المحاضرة الثانية من كورس سيانة المنظومة الشمسية وملحقاتها في الجزء الثاني سوف نتحدث في هذا الجزء عن الألواح الشمسية من حيث تكوينها ومبدأ عملها وأنواعها وطرق تثبيتها تتكون الطاقة الشمسية من خمسة عناصر أساسية أولاً الألواح الشمسية ثانياً منظم الشحن ثالثاً بطاريات الطاقة الشمسية رابعاً الإنفيرتر أو العاكس خامساً وأخيراً الكابلات ودارات الحماي بداية سوف نتكلم عن الخلايا الكهروضوئية ومبدأ عملها ما هي الخلية الشمسية؟ تعود فكرة الخلايا الشمسية إلى عام 1839 عندما اكتشف العالم الفرنسي إدموند بوكريل أنه في حال تعرض قطب كهربائي للضوء وهو مغموس في محلول موصل ينتج تيار كهربائي وبعد ذلك وفي عام 1941 تمكن المخترع الأمريكي روسل أوهول من إنتاج أول خلية شمسية مصنوعة من السيليكون تصنع أي خلية شمسية في الأساس من مادة السيليكون أو رمل السيليكون المتوافر في الطبيعة بشكل كبير وتبدأ عملية تصنيع الخلايا الشمسية بسيليكون الشديد النقاوة من خلال تسخينه إلى درجة الانصهار ويتم إضافة عنصر البورون إليه لتكوين شبه الموصل الموجب والذي يحمل الشحنة الموجبة ويتم بعد ذلك تشكيلها على شكل كتل باستخدام الصب أو الطرق ومن ثم يتم تقطيع هذه الكتل إلى شرائح رقيقة باستخدام المناشير السلكية بعد ذلك يتم نثر مادة الفوسفور على جوانب الرقاقات لتكوين طبقة من أشباه الموصلات السالبة ومن ثم يتم رش هذه الرقاقات بطبقات متعددة من المواد الكيميائية لتقليل إنعكاس أشعة الشمس عن الخلية ثم تدهن الخلية بمادة الألمنيوم حيث يمكن لهذه الخلايا الشمسية إعطاء مئات الفولطات من التيار المستمر ويتم تجميع الخلايا مع بعضها وتوصيلها على التسلسل حيث بتجميع عدد معين من الخلايا وتوصيلها نحصل على الألواح الشمسي وبربط هذه الألواح مع بعضها البعض وتوصيلها نحصل على مصفوفة الألواح الشمسي إذن الخلايا الشمسية هي عبارة عن محولات فولط ضوئية حيث تقوم بتحويل ضوء الشمس الصاقف بشكل مباشر عليها إلى كهرباء كما ذكرنا سابقا أنها خلايا شبه موصلة وحساسة للضوء ومحاطة بغلاف أمامي وخلفي موصل للكهرباء وأغلب الأحيان تكون الخلايا الشمسية مصنوعة من السيليكون كيف تعمل الخلايا الشمسية؟ عندما تتعرض الخلايا الشمسية للضوء الشمس تولد قدرة كهربائية حيث الضوئيات أو الفوتونات تعتبر الفوتونات من أصغر الأزاء الموجودة في الطبيعة وهي الشكل المعروف لانتقال الضوء حيث تخترق هذه الفوتونات السيليكون وتضرب ذراته بشكل عشوائي مما يؤدي إلى تأيّن ذرات السيليكون حيث يؤدي ذلك إلى إفلات الكترون خارجي من مداره محولا طاقته إلى طاقة حركة الإلكترون وحركة هذه الإلكترونات بطاقتها تسمى التيار الكهربائي وتبلغ القدرة الكهربائية المنتجة للخليئ الشمسية عادة 1 وار ترجمة نانسي قنقر